اهلا بكم في برنامج اعمال الشرق الاوسط هذا الاسبوع نناقش البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية واستقطابه لدول العالم في سياق مساعي هرامية لكسب المزيد من النفوذ الاقتصادي تمكنت الصين من جذب 57 دولة لتأسيس بنك الاستثمار الاسيوي في البنى التحتية وتمويل المشاريع الانمائية الاقبال العالمي لقى ترحيبا بالطبع من بكين وانتقادا من واشنطن التي نأت بنفسها عن المشاركة مسارعة القوى الاقتصادية الكبرى للانضمام لهذا المشروع اثارت تساؤلات حول مدى فعالية صندوق النقد الدولي وعن قدرة بكين لتغيير قطب القرار الاقتصادي العالمي التفاصيل عن هذا المشروع الضخم وكيف ينظر اليه صندوق النقد الدولي في تقرير من مراسلنا في واشنطن 57 دولة ستعملوا معا لإعداد القواعد والأنظمة المتعلقة ببنك الاستثمار الاسيوي للبنية التحتية مقره في بكين وتصل رسامي للاكتتاب الاولى إلى 50 مليار دولار الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تقديم الدعم المالي لبناء الطرق والسكك الحديدية والمطارات ومشاريع البنية التحتية الأخرى في آسيا بإمكان لأعطاء المؤسسين صياغة قواعد الإدارة واتخاذ القرارات الأعضاء المنتسبين لهم حق التصويت على قرارات البنك سبع دول عربية شاركت في هذا البنك دولة مصر كمؤسس له الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن وعمان والكويت كأعضاء مؤسسين 17 دولة في الاتحاد الأوروبي سارعت لتكون كأعضاء مؤسسين أبرزها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرتغال العديد من التقارير ذكرت أن بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية يمكن أن يكون منافسا للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي العالم ينتظر هذه الدول التي قررت الانضمام ويتوقع أن تخدع لدارة مؤسسة جيدة ومحكومة وفقا للمعايير التي يتم تطبيقها في أماكن أخرى في المؤسسات المالية الدولية الأخرى يجب العمل على هذا إدارة أوباما حاولت بجد نزع شرعية وتهميش بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية لكنها فشلت بالإضافة إلى معارضة الجمهورين في الكونغرس لإجراء إصلاحات رئيسية في صندوق نقد الدولي والذي من شأنه يعطي الصين صوتا أكبر في الصندوق لسواضحا كيف يمكن لأمريكا أن تحول هذه الهزيمة الدبلوماسية الكبرى إلى شيء مفيد في الأشهر المقبلة اختلفت الآراء حول هذا البنك فالبعض يرى أنه بمثابة تحدي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي البعض الآخر يرى أنه بمثابة خطوة هامة لظهور اليوان الصيني كعملة دولية كما أنه تطور متوقع للقارة الآسيوية للمزيد من التحليل حول هذه القضية نتوجه بسؤال لنور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في AD Securities من أبو ظبي مرحبا بك نور ما هي أهمية إنشاء هذا البنك بالنسبة للصين وهل هو بموقع المنافسة مع صندوق النقد والبنك الدوليين نعم دولين تكمن أهمية هذا البنك لأنه سيقوم بتمويل المشاريع الكبرى في المنطقة الآسيوية والتي تدعم بشكل رئيسي التنمية المستدامة حيث أن هذا البنك على الأقل يعتبر محاولة لملء الفجوة أو فجوة الاستثمار الهائلة في قطاع البناء التحتية منافسة البنك الدولي ستكون بالتأكيد صعبا أو عن ما لكن حجم البنك الجديد ليس بصغير ومن الممكن أن يمول مشاريع الدول الأسيوية أكثر من البنك الدولي نعم نور حلفاء الولايات المتحدة وخاصة الأوروبيون سارعوا للانضمام كأعضاء مؤسسين في البنك على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة كيف تفسر هذه الخطوة؟ نعم انضمام العضاء يشير إلى مدى اهتمام الدول الكبيرة أو الدول التي تمت أو دخلت هذا البنك بهكذا مشروع ومدى اهتمامهم بالمنطقة الأسوية أيضا حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قدر الإمكان أن تبقى المسيطرة دائما لكن الصين بنفس الوقت تحاول الآن أن تضع لنفسها موقعا مهما في العالم من هذه الناحية كما أن هكذا مشروع قد يقلل من أهمية البنك الدولي والذي يعتبر الأكبر في العالم كما أن الدول الأوروبية تحاول قدر الإمكان في الوقت الحالي على الأقل أن تحصل على حصة من الاستثمارات المتواجدة في تلك المنطقة لدعم اقتصاداتها بالحديث عن اليوان الصيني ما هي التوجهات المتوقعة لليوان مع بدء إنشاء هذا البنك؟ إنشاء البنك متأكيد يعتبر إيجابي للصين وللمنطقة بشكل عام حجم الصين في هذا المشروع يعتبر أيضا كبير بشكل كبير وهو ما قد يؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع الطلب على اليوان الصيني الذي هو يعتبر عملة محمية جدا وعملة قوية جدا وبالتالي عودة ارتفاع اليوان وسيرفع أيضا من أهمية اليوان الصيني وعملة اليوان الصيني في العالم نعم نور سبع دول عربية وعلى رأسها مصر ضمن قائمة الأعضاء المؤسسين والمشاركين بالبنك ما الفائدة التي تجنيها المنطقة العربية من هذا المشروع؟ على الأقل سيكون هناك تمويل لمشاريع كبرى وتمويل مشاريع البنى التحتية التي تفتقدها بعض الدول في هذا البنك وبعض الدول المنطقة العربية كما أن الاستفادة تكمن من خلال المشاريع التي سيتم إنشاؤها في نفس البلدان المشاركة أو المؤسسة والتي تعتبر أيضا من جديد هي أعضاء مؤسسة في هذا المشروع لذلك فإن العائد من هذه المشاريع سيكون إيجابيا على المنطقة بشكل عام لأنها قد تزيد من حركة الاستثمارات في ظل وجود بنية تحتية مناسبة كما أنها ستزيد من حركة الاستثمارات الخارجية أو الأجنبية بشكل أكبر شكرا جزيلا لك نور شكرا جزيلا هذا كان كل شيء لهذه الحلقة شاركونا بآرائكم ومقترحاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقناة يورو نيوز مني ومن فريق العمل تحية طيبة إلى اللقاء